ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله وجتنبوا الطاغوت كيف كسرت النافذة؟ وإنما سألت من كسر النافذة؟ فالصدفة وصف للفعل وليست فاعل والجواب الصحيح أن يقال كسرها فلان ثم يبين هل كسرها صدفة أو عن قصد الأمر ينطبق تماماً على الكون والمخلوقات فإذا قلنا من أوجد الكون والمخلوقات؟ أجاب البعض أوجدته الصدفة الجواب خطأ لأننا لم نسأل كيف وجد الكون وإنما سألنا من أوجد الكون؟ وقد عرفت أن الصدفة ليست بفاعل بل هي وصف للفعل وعليه فالصدفة ليست بفاعل ولا خالق للكون بل لا بد من وجود فاعل وخالق وهنا يأتي سؤال هل خالق الكون خلقه صدفة أو عن قصد؟ الفعل ونتائجه هي التي تعطينا الجواب لنرجع إلى مثال النافذة دخلت غرفتك فوجدت زجاج النافذة مكسوراً وسألت أهلك من كسر زجاج النافذة؟ فأجابوك كسرها فلان صدفة الجواب هنا مقبول ومعقول لأن كسر الزجاج أمر عشوائي يمكن أن يحدث صدفة ولكن لو دخلت في اليوم الثاني فوجدت زجاج النافذة قد أصلح وعاد كما كان وسألت أهلك من أصلح زجاج النافذة؟ فأجابوك أصلحها فلان صدفة الجواب هنا غير مقبول بل مستحيل عقلاً لأن الفعل وهو إصلاح الزجاج ليس فعلاً عشوائياً بل هو فعل منظم تحكمه قوانين فأولاً يجب إزالة الزجاج التالف وتنظيف إطار النافذة ثم قطع زجاج جديد بمقاسات دقيقة مناسبة للإطار ثم تثبيت الزجاج في الإطار بمادة مطاطية ثم تثبيت الإطار في مكانه وكل هذه الأفعال لا يمكن أن تحدث صدفة وإنما حدثت عن قصد والقاعدة العقلية تقول إذا كان الفعل عشوائياً لا يخضع لنظام فقد يكون حدث صدفة أما الفعل المنظم المترابط والفعل الذي نتج عنه نظام فلا يمكن أن يحدث صدفة بل حدث عن قصد مثال ذلك ساعتك التي في يدك لا يمكن القول بأنها صنعت صدفة وإلا خالفنا العقل في أوضح الأمور بل نجزم أنها صنعت عن قصد لأن صنعها منظم مترابط ولأنها تعمل بقانون محكم وإذا نظرنا للكون والمخلوقات وجدنا أنها صنعت بنظام محكم كما أنها تسير وتخضع لقوانين دقيقة محكمة لذلك نقول يستحيل عقلا أن يكون الكون والمخلوقات قد خلقت صدفة بل خلقت عن قصد وبهذا تخرج الصدفة نهائيا من مسألة خلق الكون لأن الصدفة وصف للفعل وليست بفاعل ولأن قوانين الكون تدل على أنه خلق عن قصد وليس صدفة ودليل الأفعال لا يدل على الصدفة أو القصد فقط وإنما يدل أيضا على بعض صفات الفاعل من خلال دلالة الأثر على المؤثر فقد عرفت أن ساعتك التي في يدك قد صنعت عن قصد أيضا من خلال هذه الساعة وهي أثر تستطيع أن تعرف بعض صفات المؤثر وهو صانع الساعة مع أنه غيب لم تشاهد فدقة نظام الساعة يدل على أن الصانع متصف بالعلم وإلا لما تمكن من صنعها وترابط أجزاء الساعة يدل على أن الصانع قد خطط لصنعها أيضا لابد أن يكون الصانع متصفا بالقوة والقدرة والإرادة وإلا لما تمكن من صنع شيء هذا الكون وما فيه من دقة ونظام وترابط وإتقان يدل على أن الخالق متصف بالعلم القوة القدرة الإرادة التقدير المسبق أضف هذه الصفات إلى الصفات التي عرفناها عن الخالق في الحلقة السابقة ولكن مهلا فدليل الأفعال يدل على صفات أخرى للخالق تابعنا في الحلقة القادمة بعنوان دليل الكمال لنعرف بقية الصفات